اهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج اخر طبعة تنوعت عنوين الصحف الصادرة صباح اليوم لكن الحدث الاوكراني كان الاكثر اهتماما من قبل الصحافة الشرق الاوسط عنونت غموض في القرم الاوكرانية بعد تحليق طائرات مجهولة في اجوائها والقدس العربي ركزت على خطاب بوتن الذي اكد على ضرورة التهدئة في اوكرانيا اما سفير اللبنانية فكتبت القرم في قلب الازمة الاوكرانية مظاهرات في العواصم الغربية ضد رشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة والمغرب تجمد التعاون القضاء مع فرنسا متظاهرون ليبيون يرفعون صورا للمشير عبدالفتاح السيسي واللواء حفتر في بعض المدن الليبية هذه المجموعة من العنوين وعنوين اخرى ستكون محور للنقاش مع ضيفنا رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الدولي لدعم المقاومة الاستاذ خالد سوفيان اهلا بك استاذ خالد تعليق منك على ما يحدث في اوكرانيا هل نحن امام سيناريو جورجيا مجددا؟ نحن امام سيناريو يمكن ان يقال عنه زلزال عالمي يعني عندما قيل بان ما يجري في سوريا لن يكون شيء عابر وسيولد نتائج عن المستوى الدولي كان ذلك صحيحا والان يتضح ما يجري في اوكرانيا هو عمل غربي يحاول من خلاله الغرب ان تؤدي روسيا ثمن موقفها الصامد في الموضوع السوري والمعرق اللي مخططات الغرب في جميع الاحوال لكن بالنسبة لروسيا نحن امام سيناريو جديد او سيناريو يشبه سيناريو ما حدث في جورجيا؟ ربما اكتر تعقيدا ربما اكتر تعقيدا لانه الان اوكرانيا تتجه نحو التقسيم الصراع الدولي سيكون حدا جدا لانه يتضمن نقطتين ليس فقط يعني العلاقة باوكرانيا ولكن ايضا التغواك الموجودة في اوكرانيا والتي تبقى دائما في الجانب الذي يتواجد فيه الروس اكتر يعني اغلب الخيرات او الثروات الموجودة هناك والتالي السراع سوف يتمحور حول السياسي والاقتصادي والان يبدو ان هناك بوادر تجليات عسكرية ايضا يعني سمعنا اليوم بانزال مشات محرية في قرام 700 مبارح 13 طائرات تنزل يعني مضليين في اماكن متعددة من قرام وطبع هذا طبيعي لانه هناك خلينا من دعوة رئيس القرام حكومة القرام المحلية الروسية لكن هناك قواعد عسكرية روسية بحرية وجوية وكذا في قرام لما تتسرب أن هناك مسلحين دخلوا مثلا إلى الميناء يعني روسيا لن تبقى مكتوفة ايدي هذا كميتان حتى لو لم يكن الموضوعين اخرين نعم يعني استاذ خالد ربما نوصل للحديث حول اوكرانيا ولكن نسمح لي أن ننتقل لاستعراض عنوين الصحف الصادرة صباح اليوم مع الزميلة سارة الحاف نتابع مشاهدينا شكرا لك وفاء أهلا بكم جولتنا في عنوين الصحف العربية نبدأها مع صحيفة الجمهورية المصرية وفيها 19 من حكومة الببلاوي في وزارة محلب والتشكيل النهائي أمام الرئيس اليوم اغتيال حارس منزل عضو اليمين وحرق سيارة نجل قاد اليسار الإرهاب يضرب قضاة محكمة مرسي من الشأن المصري إلى الشأن اللبناني وصحيفة الأخبار اللبنانية عنونت المستقبل يعرقل البيانة الوزارية وأيضا في الأخبار أحداث عبر طلب الإعدام للأسير وشاكر تدخل عسكري روسي في القرم أمن البحر الأسود خط أحمر إلى صحيفة الشرق الأوسط وجاء فيها بروجردي جاهزون لمعازرة اللبنانيين في التصدي للإرهاب القضاء العسكري يطلب الأعدام للأسير وفضل شاكر السعودية تستنكر استمرار روسيا في مناصرة النظام السوري داعشتا سحب من ريف حلب لتعزيز مواقعها في الرقة إلى صحيفة الدستور الأردنية وجاء فيها الاحتلال ليحرم الآلاف من صلاة الجمعة في الأقصى مواجهات في القدس والضفة وغزة مسيرات ووقفة تندد بسياسات تهويد القدس طالبت بطرد السفير الإسرائيلي من عمان هذا كان في الدستور الأردنية أما في الدستور العراقية نقرأ بغداد تقدم خطوة للصلح مع كردستان براتب شباط وشرطين أن جاي في فك رموز الموازنة مع برزاني وسيلتق المالكي عشرة نواب ممنوعين من السفر وأمن المطار يعتقل الدليمي البيرقداري ينفي الاتفاق على نقل قضية العلواني إلى الأنبار وأيضا في الدستور نقرأ الصدر إلى تهران لمتابعة دراسته الحوزوية ونختم مع صحيفة القدس العربي التي جاء فيها في الشأن السوري الإبراهيمي يكشف عن جولة جديدة للمفاوضات والمجلس الوطني يعود للإتلاف بعد فشل جنب 2 اكتشاف مقابر جماعية بعد انسحاب داعش في الريف حلب اشتباكات بين الأمن البحراني ومحتجين خلال تشيع ناشط توفي في المعتقل وأيضا في القدس العربي القرداوي يغيب عن منبر الجمعة ويكشف رغبة البعض بطرده من قطر في لقاء مع تلمذته وبحضور خالد مشعل ورموز من الإخوان المسلمين ونختم مع هذا الخبر الخاص في الجزائر مظاهرات في الجزائر وعواصم أوروبية السبت ضد الولاية الرابعة لبوتفليقة يشارك فيها مثقفون وصحفيون وأكاديميون هذه كانت جولة على أبرز عنوين بعض الصحفة العربية عودة إلى برنامج آخر طبعا شكرا لك سارة على هذا الرصد أستاذ خالد كنا نقول قبل قليل بأن هناك سبعمائة من المشار البحرية الروس يقومون بعملية أبرار في سوفستبول وزارة الدفاع الروسية قامت بوضع مقاتلاتها على الحدود الغربية في حالة تأهب قتالي في نفس الوقت الرئيس الأوكراني المؤقت يحذر الروس من أي عمل عسكري ويطالب بسحب القوات العسكرية من القرى ووباما أيضا صحيح ووزير تماما هل إلى أين تسير أوكرانيا إلى انفصال القرم عن أوكرانيا؟ نقول أنه قد تسير الأمور إلى التقسيم أوكرانيا وكما جاء في حد الصحف الأحمر يعني خط لا يمكن تجاوزه بالمطلق بالنسبة لروسيا روسيا لها مصالح لها استراتيجية الآن أصبحت تخلق توازن على المستوى الدولي ليس في الإمكان أن تعود عنه وأن تسقط مرة أخرى في ظل القطب الواحد الذي كان قبله نهدت بوتين ومن معه يعني إذا يعني هو تضح جديا في الأزمة السورية في الأزمة السورية يعني خلق نوع من توازن على المستوى الدولي وهذا شيء مفيد على المستوى الدولي أن لا يكون هناك جهة واحدة تأمر وتنهى وتحكم وتنفذ إلى آخرية كأننا في ديكتاتورية مطلقة على مستوى عالم يعني مكبرة فإذا موضوع الأوكرانيا يعني قد يتخذ أبعادا أخطر ذلك منذ قليل قلت ما هو أكثر تعقيد من جورجيا قد يتخذ أبعادا أخطر كنت تشير إلى أن ما يحدث في أوكرانيا هو رد غربي ربما على الموقف الروسي مما يحدث في سوريا ومن الأزمة السورية صحيح وبالتالي ربما لا تكون أوكرانيا فقط الأولى التي تحدث في هذه الأحداث ولكن هناك ربما استهداف أيضا للمصالح الروسية في أكثر من منطقة طبعا طبعا يعني سوف تلاحظين أن ولو لم تأتي في أي صحيفة سوف تلاحظين أن الأمر انتقل إلى فنزويلا أيضا يعني المخابرات الأمريكية والإسرائيلية شغلة في فنزويلا لكي تقوم بعمل مشابه لما سبق أن قامت بضدة شافيز عندما وقع عليه انقلاب ثم أعاده الشعب إلى الحكم هناك محاولة للقيام بنفس الشيء أو للقيام لخلق بينوتشي جديد في فنزويلا التي تعتبر إحدى المواقع الأساسية في جنوب إفريقيا بالنسبة للعلاقة أو بالنسبة لمناهضي الغرب في جنوب إفريقيا وفي أمريكا الجنوبية ولكن أيضا الغرب سوف يتجه الآن أكثر إلى سوريا وأعتقد أن ما يجري في أوكرانيا سوف يدفع روسيا إلى المزيد من التصلب في موضوع سوريا لأنه هناك عملية انفلات لما نتحدث عن مواقع موقع في أوكرانيا إذا ضع جزء من موقع روسي في أوكرانيا فالروس لن يسمحه بأن يضيع أستاذ خالد هناك إذا كنا نقول بأن هناك تحديات قادمة أمام روسيا بفعل مواقفها سواء الآن في أوكرانيا أو سبقها ذلك في سوريا هل روسيا قادرة على مواجهة هذه التحديات الدولية خصوصا وأن البعض يذهب بأن هناك تهويل عربي أو تضخيم عربي للدور الروسي هو محاولة تضخيم موجودة للدور الروسي للدور الإيراني للدور حزب الله إلى آخره لأن هناك محاولة للإهام وكأن تدخل موجود فقط من هذه الأطراف في الإشكال السوري وغير موجود من طرف السعودية ومن طرف قطر ومن طرف تركيا ومن طرف أمريكا ومن طرف الكيان صهيوني الذي أعلن مؤقرا عن أنه يدعم المعارضة وأتى بأحد القيادين الذي كان يعالج عنده ليطبق مثل مخطط لحد في نبنان إلى آخره بحيث محاولة تضخيم موجودة لكن الدور الروسي أيضا موجود والدور الروسي ليس وحده عندما نتحدث عن الدور الروسي نتحدث أيضا عن الدور الصيني الدور الهندي يعني نتحدث عن عالم كبير يدعم أو يناهد المخططات الغربية في سوريا فالدور موجود وأساسي في إعادة التوازن ليس فقط في المنطقة لكن على المستوى الدولي لكن هناك محاولة يعني وسائل الإعلام الغربية والتابعة يعني تحاول أن تقنع المواطن العربي والرأي العام الدولي على أساس أن هناك شعب مقموع وهناك فقط تدخل وحشي من طرف روسيا ومن طرف إيران ومن طرف حزب الله في حين أن الأمر مختلف عن ذلك يعني نحن نعيش حرب عالم يوم صورة نصلا ما نحن نتحدث عن سوريا الإبراهيمي يعلن عن جولة ثالثة لجنيف 2 يعني هل بات جنيف 2 أصلا مجديا لحل الأزمة السورية أم هناك حاجة لإيجاد صيغة مختلفة عن جنيف 2 لحل سياسي ينهي هذا الصراع الدامي في سوريا الحل في سوريا لن يكون إلا بحوار سوري سوري بحوار سوري سوري لكن لا يبدو بأن هناك أرضية لحوار سوري سوري إن لم يكن هناك ضغوط دولية لن يكون هناك حوار سوري سوري لا لحد الآن هو ليس مسألة الضغوط وما يجب أن يقع وما سيقع حتما هو قطع الصنابير عن الجماعات المسلحة من طرف الجهات التي تمولها والتي تبعث بها أو تدخلها إلى سوريا إلى خلال هذا الأمر حتما سيتوقف لأننا سمعنا أن السعودية تأخذ روسيا على الاستمرار في دعمها لك لكن سعودية مقتنعة الآن ويجب أن ننتمه إلى ما يجري مع بندر الآن بعد المخططات الفاشلة إلى خلال سعودية انتبهت إلى أنها تصنع الهول الذي قد يأكلها هي أيضا يعني هول تطرف هول الإرهاب إلى آخره وأمريكا انتبهت إلى هذا الموضوع وأوروبا انتبهت إلى هذا الموضوع إذن أصبح هناك شعور بالحاجة الماسة إلى إيقاف هذا المد الخطير الذي يشبهه الدكتور الذي صنعه وكان أول ضحاياه هو الدكتور نفسه فإذن إذا توقف هذا الأمر وتوقف التدخل الخارجي من أي جهة تانت يعني يمكن للسوريين أن يناقشوا مع بعضين طبعا أنا دكتوريين كلهم لأن المشكلة الآن في جونيب 2 هو أننا أمام جزء من المعارضة وليس المعارضة كلها وأمام هذا الجزء الذي لا يشكل فعلا قوة حقيقية بالنسبة لما يجري على الأرض يعني معارضة سياسية أكثر منها معارضة ميدانية لأن المعارضة الميدانية ليست ولكن الحل السياسي في سوريا بحاجة إلى معارضة سياسية طبعا بحاجة إلى معارضة سياسية تكون شاملة تكون ممثلة لا تكون قد أعطيت تمثيل من جهة خارجية يعني سوء في هذا الجانب أو هذا الجانب يعني معارضة تكون تمثيريتها آتية من الأرض من الواقع على الأرض حتى تستطيع أن تلتزم وأن تلزم في نفس الوقت لأنه عندما تكون لا تعبر إلا عن جزء من المعارضة السورية السياسية أو الميدانية معا فآن ذاك التزامتها هي نفسها يعني بين قوسين هل هذا يفرض ضرورة وجود صيغة جديدة تختلف عن صيغة جنيف 2 الاعتبار بأن جنيف 2 دخل في الجولة الأولى ولم يحقق أنجاز دخل في الجولة الثانية ونحن الآن أمام جولة ثالثة لا نعلم من دفعه إن شاء الله تنعقد الجلسة الثالثة أو الجولة الثالثة يعني الذي بدأ الجميع يصل إليه هو أن هذه الجولات إذا لم تكن سوريا سوريا وإذا لم تنطلق من الواقع على الأرض وإذا لم يقع إنهاء تجنيد حتى بالنسبة للسوريين الذين يحملون سلاح شيء والقادمين من هذا المكان أو ذاك شيء تاني يعني لذلك الأمر يتعلق بالسوريين أساسا وسواء في جنيف 3 أو جنيف 100 سوريا لن يحل المشكل إذا ظل هكذا يعني مطوح من طرف مجموعة أنا لا أستطيع أن أحدد نسبة تمتليتها ولا أحد يستطيع لكن أعطيت هذه الصفة تمتيلية من طرف الغرب ومن طرف بعض الدول العربية التي نعرف دورها في الموضوع سيد خالد سنواصل للحديث ربما لن نتحدث أكثر عن سوريا ولكن سندخل في الحديث عن خطة كيري وضغوط الأمريكية على السلطة الفلسطينية لدخول في المفاوضات وأيضا ربما نتحدث عن المغرب والجزائر وليبيا ولكن اسمح لي أن ننتقل لفقرة اقرأ الحدث أو لمشاهدين فقرة اقرأ الحدث ونعود لمناقشة ما فيها من موضوعات الشرق الأوسط أويحيا وبالخادم إلى واجهة العمل السياسي مجددا قالت مصادر سياسية جزائرية للصحيفة إن رئيسي الوزراء الجزائريين السابقين أحمد أويحيا وعبد العزيز بالخادم سيعودان قريبا إلى واجهة الأحداث بعد طلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستعان بهما في حملته للانتخابات الرئاسية أويحيا وبالخادم شاركا نهاية الأسبوع الماضي في أول اجتماع لمدرية حملة الرئيس المترشح واعتبر ذلك إذانا بعودة الرجلين إلى العمل السياسي حيث رجحت المصادر تكليفهما بمهام حكومية بعد انتخابات الرئاسة عمار بن يونس وزير التنمية وهو من أشد الموالين لبوتفليقة سيتكفل بالتنقل إلى عدة بلدان حيث توجد الجالية الجزائرية بكثافة لإقناع أفرادها بالتصويت لصالح الرئيس الذي يتوقع أن صاره فوزا كاسحا على أساس أنه يحظى بتأييد غالبية الجزائريين الحياة أوباما يدخل على خط عملية السلام يدخل رئيس بارك أوباما على خط عملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين وإسرائيل ويستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين ناتنياهو الاثنين المقبل في واشنطن ثم الرئيس الفلسطيني الاتفاق الإطار الذي يسعى وزير الخارجي الأمريكي إلى التوصل إليه مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يتطرق إلى إقامة منطقة آمنة على حدود نهر الأردن وإلى قضايا الحل النهائي لكنه لا يتطرق إلى مصير القدس الصحيفة ذكرت أن اللقاءات تهدف إلى الوصول لاتفاق المبادئ نهاية نيسان أبريل المقبل وبدء المفاوضات على اتفاق كامل بحلول عام 2014 خصوصاً وأن أوباما يرى فرصة مناسبة للانخراط شخصياً في جهود السلام وأنه لا يريد فشل المساعي إذا كان منع ذلك مرتبطاً بتدخل شخصي منه النهار اللبنانية الائتلاف السوري ومعركة الجامعة يستعد الائتلاف السوري المعارض لخوض معركة دبلوماسية تبدو محسومة سلفاً لمصلحته في الأيام المقبلة مع النظام السوري وساحتها ستكون جامعة الدول العربية والمقعد السوري الخال فيها منذ العام 2011 أوساط الائتلاف كشفت أن نقاشاً يجري مع الجامعة وأمينها العام من أجل إعطاء المقعد الائتلاف تمهيداً لمشاركته رسمياً في قمة الكويت في الخامس والعشرين من الشهر الحالي وأن معظم دول الجامعة لا تعارض وتتوقع أوساط الائتلاف أن يحسم الموقف خلال لقاء وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالقاهرة في الخامس من أذار مارس وعلمت الصحيفة أن الائتلاف السوري يرشح المعارض هيثم المالح مندوباً في القمة العربية وتحدثت أوساط في اسطنبول عن تلقي أعضاء الهيئة رسائل الالكترونية من قيادة الائتلاف تدعوهم للتصويت للمالح في حال اتخاذ المجلس الوزاري العربي قراراً بذلك أستاذ خالد فيما يتعلق بخطة الإطار التي يطرحك ربما بلود هذه الخطة ما زالت مبهمة كل ما نقرأ هي مجموعة من التسريبات ولكن هل الذهاب في هذه الخطوة في هذا التوقيت الآن في ظل هذه الظروف العربية هي فرصة لتصفية القضية الفلسطينية عبر هذا الاتفاق؟ هي محاولة لتصفية القضية وليست فرصة يعني فرصة بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيلنا يعني حقيقة ما يجب الآن في مراجعة الشعب الفلسطيني في مراجعة القضية الفلسطينية خطير جداً وجداً جداً لأن وهذا قلناه منذ سنوات أن الكياس صهيوني في أكبر حالات ضعفه كان وأمريكا بدأت هيمنتها الدولية تنزل ورغم ذلك فالسبيل الذي وجده هو انشغال الشعب العربي في قضايا الداخلية يعني انتفاضات التي حصلت الصراعات التي حصلت الاقتتال الذي حصل التقاطبات التي حصلت جعلت ناس ينشغلون بأشياء أخرى يعني نحن نتحدث عن غياب دعم أو دعم عربي قوي يقف بجانب السلطة الفلسطينية عن غياب وجود عربي وخاصة تحدث عن الوجود الشعبي لأن أغلب الأنظمة متآمرة متواطئة في هذا الموضوع ولا يضيرها أن تصفى القضية الفلسطينية بالشكل الذي يريده الكياس صهيوني الغرب مع كم الأسف لكن الكياس صهيوني وأمريكا يعتبران أن الفرصة سانحة نظرا لانشغال الشعب العربي في قضايات داخلية وفي التتالات وفي كذا من أجل تصريح القضية الفلسطينية ويعملان على هذا الموضوع بشكل ممنهج ومخطط وحتى السلطة الفلسطينية رئيس أبو مازين يشعرون بنوع من تخلي عنهم تخلي المقنع ليس الجميع يقول نحن مع فلسطين تحريك فلسطين لكن عمليا هناك نوع من تخلي وهناك ضغوط كثيرة يواضح أن في سلم الأولويات العربية فلسطين رجعت إلى الخلف إلى سلة متأخرة جدا ولكن هذا ربما يطرح التساؤل إذن ما البديل أمام الفلسطينيين البديل لن يكون هو إلا المقاومة ولن يكون هو ولن يكون إلا الاستمرار في السراع والتخلي عن هذه المفاوضات لا يمكن الاستمرار في المفاوضات كثيرا ما قلنا عبتية حتى صار كلمة عبتية صارت عبتا يعني ليس هناك أي مجال حقيقي للمفاوضات هناك إجهاز على حقوق الشعب فلسطيني وعلى القضية فلسطيني وعلى فلسطين يعني بمختلف الوسائل الرد هو أن ينسحب الفلسطينيون من المفاوضات وأن يذهبوا إلى خيار المقاومة وأن يدخلوا من جديد في رحمة واحدة أساسها مقاومة الاحتلال وتحرك نعم لكن سيد خالد هذا ما يجب الواقع يقول بأن هناك انقسام فلسطيني الواقع يقول بأن الوضع الفلسطيني العام في حالة شتات أنت ترى ماذا يحدث في المخيمات الفلسطينية في سوريا على سبيل المثال الآن إذا كنا نتحدث عن خيار المقاومة أليست المقاوم بحاجة أيضا إلى داعم عربي من من تأخذ القيادات الفلسطينية هذا الدعم لننتبه إلى شيء مهم وهو أنه كل ما حدث حادث كبير في فلسطين كل ما انتفض الشعب العربي وصارت قضية الفلسطينية أولية أولوية يعني لديه فانتفاضة تالتة من شأنها أن تخلق الحدث الذي يفرض الدعم في مختلف ساحات أو أن العربية أو بالنسبة للرأي العالمي ولكن الأساس هو الأرض الكيان صهيوني يعني الكيان صهيوني يشعر بأن الأرض تهتز تحت قدمي وبالتالي يريد أن يسابق الزمن ونحن يجب أن نسابق الزمن وأنت تعلمين أن حركة بسيطة في أوروبا بالنسبة لمقاطعة المواد والمؤسسات العاملة في المستوطنات يعني خلقت رجب كبرى داخل كيان صهيوني يعني أستاذ خالي تسمح لي على المقاطعة المجدد وإن كنت مضطرة لذهاب إلى فاصل سريع ونعود لمتابعة النقاش حولها يلا لذهاب إلى كل الفواصل فواصل مشاهدينا ونعود لمتابعة النقاش بقوا معنا أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من آخر طبعا أرحب مجددا بضيف الحلقة رئيس لجنة تحضيرية للملتقى الدولي لدعم المقاومة أستاذ خالد سفيان أهلا بك من جديد أستاذ خالد كنا نتحدث عن موضوع المفاوضات كنت تقول بأن خيار المقاوم هو الأفضل بمجرد أن تندلع انتفاضة ثالثة سيلتف العرب مجددا على القضية الفلسطينية الأوحد الأوحد ولكن هناك ربما يكون سيناريو آخر قد تندلع انتفاضة ثالثة ويكون أزمة إلى جانب الأزمات الموجودة في العالم العربي ولا تغير من سلم الأولويات العربية بالعكس صدقيني مجرد ما يكون حدث كبير في فلسطين العالم يهتز وليس فقط الأمة العربية والإسلامية هذا لكن الأساس هو على الأرض من يقومون بالانتفاضة هم فعلون حقيقين يعني في فلسطين ومن يقاومون ومن أعتقد أن المقاومة في حال جيدة يعني برد نظر عما يقال لكن قضية توحيد الكلمة في إطار برنامج واضح للانتفاضة، للمقاومة، للخروج من مفاوضات السوبر عبتية يعني هذه الأشياء ضرورية في هذه المرحلة وأعتقد أنها ضرورية باستعجال لأن أوباما وكيري يسابقان الزمن وناطنياهو يسابقون الزمن ونحن يجب أن نسابق الزمن في هذه القضية يعني ما يجب أن يكون دائما شيء وما يجري على أرض الواقع ربما شيء آخر إن شاء الله يتحقق صحيح يعني ربما نستغل وجودك أستاذ خالد للحديث عن ما يحدث في العالم المغاربي هناك يعني العديد من الأزمات سواء في ليبيا أو مرة تونس أيضا بأزمة والآن هي عدة هذه المرحلة الانتقالية من مهم أن نتوقف عن ما يحدث في عالم المغاربي المغرب تجمد التعاون القضائي مع فرنسا بعد خلاف دبلوماسي نتج عن توجه الشرطة الفرنسية الأسفار المغربية في باريس لتحقيق مع مدير المخابرات المغربية حول ماذا عم تتهمه بالتعذيب لماذا أخذ هذه الواتيرة التصاعدية في تأزيم العلاقات بين البلدين؟ أولا لأن ما حدث هو أقوى من أن يحتمل وأكبر من أن يحتمل لأن الدولة الفرنسية تعاملت بشكل فضيع وسيء جدا مع الدولة المغربية مع هيبتها مع تقاليد والأعراض دبلوماسية إلى آخرها يعني إذا ارتكب أي شخص جريمه هناك طرق عادية تتم بها المسائل ولكن ليس بالطريقة التي تمت بها وكان من ضروري أن يكون هناك رد فعل ثانيا لأن هناك من يريد أيضا أن تسوء العلاقة علاقة المغرب مع مجموعة من الجهاد وفي هذا الإطار الأمر لم يتوقف عند الدعوة القضائية عفوا ولكن من يرغب بأن تسوء العلاقة في الدخل المغرب بين المغرب وفرنسا ودول أخرى الأمر لم يقتصر على المتابعة القضائية التي وقع الحديث عنها بل تجاوزه إلى تصريح خطير جداً وتصريح لا أخلاقي من طرف سفير فرنسا في واشنطن يعني فيه سب حقيقي للمغرب كدولة وللمغرب ككيان وككرامة وصفه بأقدح الأوصاف ولم يعتدر عن ذلك حتى صدر هناك نوع من التكديم من طرف الجهة مسؤولة لكن هذا الأمر لا يمكن أن يقبل حتى لو كانت فرنسا أو كان روسيا أو كان أي أحد لا يمكن أن يقبل ولذلك كان رد الفعل المغربي رد قوي وربما كان يجب أن يكون أقوى من ذلك نعم لكن محللون أستاذ خالد يقولون أن المغرب يحاول الضغط على باريس على اعتبار بأن التصويت السنوي للأمم المتحدة على نزاع الصحراء الغربية سيكون في أبريل نيسان المقبل وبالتالي تستثمر هذه الحادثة للضغط على باريس في هذا الموضوع بالعكس هناك من يريد أن تسؤل علاقة المغربية الفرنسية من أجل الضغط على باريس في اتجاه مناهد للمغرب يعني لأن الواقعة لم تأتي من المغرب الواقعة أتت من فرنسا وعلى الخصوص يعني الواقعة الثانية هل يمكن أن يقبل بلد أن يقال عنه أنه كالعاهرة تقضي معها الليلة ولو كنت لا تحبها يعني هذا كلام يمكن أن يقال من رجل ديبلوماسي في مواجهة دولة أعرق من دولته يعني المغرب يجب أن ننسى أنه أعرق من دولة فرنسا يعني كدولة ككيان وحتى لو كان دولة وليدة أي وقت هذا الكلام لا يمكن أن يقبل ولا يمكن أن يقال ونحن لسنا محمية فرنسية يمكن أن يقول عنها الفرنسيون أي شيء يجب أن يعرفوا حدودهم استدخل الجولة للملك المغربي في أفريقيا إلى ما ترمي هذه الجولة التي يقوم بها الملك المغربي الآن؟ هل هي بحثة عن بديل عن مشروع الاتحاد المغاربي؟ لا 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 على قتلا بالعكس هي محاولة أن ينفتاح على أفريقيا من طرف المغرب خاصة بعدما جرى في مالي وفي أفريقيا روسطة وفي العديد من دول أفريقية تضح أن هناك مجالات كثيرة للتعاون وخاصة تعاون الاقتصادي إلى أخيه الملك المغربي الآن يحاول أن يلعب دورا بالنسبة لمالي على الخصوص فيما يتعلق بإشكالات المطروحة على مالي والتي تشبه ما هو مطروح عندنا في المغرب بالنسبة لقضية الصحة محاولة تجزئة مالي لا تخدم قضيتنا الوطنية نحن لأنها تأخذ كنموذج ثم هي عمل غير مقبول بكل المقاييس مالي ليست الدولة العظيمة التي يمكن أن تتقسم إلى دولتين أو ثلاث دول ولذلك هناك محاولة للعب دور في هذا الإطار وأيضا محاولة للاختراق داخل إفريقيا لأنه في لحظة من لحظات تاريخية وقعت محاولة عزم المغرب عن محيطه الإفريقي طبعا المغرب العربي يبقى أولوية إذا تأسس اتحاد مغاربي ونفذت المقررات التي تتخذت من طرف هذا الاتحاد فسيكون موقفه أقوى وموقف موحد في إفريقيا لكن لماذا هذا المشروع إلى الآن معطل؟ اليوم في صحيفة الصباح كتب في الافتتاحية بأن الجزائر تلعب دور في تعطيل الاتحاد المغاربي هل هذه تعكس وجهة نظر المغرب؟ يعني لا صباح جريدة مستقلة يعني لا تعكس وجهة نظر رسمية وإن كان تتحدث عن ما يمكن أن يفهم منه ذلك يعني السؤال غريب لماذا يتعقل تأسيس هذا الاتحاد؟ يعني المخطط بالنسبة لنا هو التجزئة وليس التوحيد المخطط ولكن لا يوجد رغبة هناك مشتركات كثيرة ثقافية وحضارية أنا لا أتحدث عن مخطط في دول المغرب العربي الكبير أنا أتحدث عن مخططات خارجية عندما تحدثنا عن خرائط لتقسيم سعودية والسودان أيضا من يضع هذه الخرائط لا يقبل أن تجمع دول مع بعضها في حين هو يريد أن يجزئ المغرب كمغرب والجزائر كجزائر وليبيا كليبيا وتونس صغيرة من حيث المساحة وبالتالي صعب تجزئتها ولكن اسمح لي أستاذ خلد نحن هنا نظهر كمستسلمين لا أبدا إلى هذه المخططات أبدا أبدا الشعب المغربي يعني صدقيني أن العلاقة بين المواطن المغربي والمواطن الجزائري والمواطن التونسي والمواطن الليبي والمويتاني علاقات يعني قد تندهشين يعني إذا رأيت الدرجة التي تصل إليها هذه العلاقة العلاقة الروحية العلاقة الشعبية يعني أكثر بكثير مما يوجد في الخليج مثلا يعني ولذلك هناك أصوات ترتفع وهناك محاولات شعبية لإقامة مجموعة من التجمعات المغاربية في هذا الإطار أو ذلك وهناك عمل حتيت وأنا أعتقد أن تأسيس أو تفعيل اتحاد المغاربي مسألة حتمية وضرورية الغرب يقول لنا نحن نريدكم أن تتوحدوا حتى يكون عندنا مخاطب واحد لكن في الحقيقة هذا كلام لا علاقة له بسياستهم في المنطقة سياستهم في المنطقة هي أن يستمر السراع أن يستمر الخلاف أن يعني يقول الجزائر عن المغرب كذا وأن يقول المغرب عن الجزائر كذا طبعا هناك قضية قضية محورية في موضوع عن المغرب قضية صحراء المغربية فيها إشكال لكن نحن نعتبر كمواطنين مغاربيين أن لدينا الكثير مما نشتغل عليه بشكل موحد في انتظار أن نحل هذه القضية الشائكة بالنسبة يجب أن لا نبدأ بالمختلف عليه أن نبدأ بالمتفق عليه حتى هناك اتفاقيات مكتوبة موقعة من طرف ملوك ورؤساء الدول الاتحاد المغاربي يعني يجب أن تنفذ طيب سيد خالد كنا نتحدث عن جولة الملك المغربي في أفريقيا ونتحدث عن سياسة انفتاح على الدول الأخرى لافت أيضا زيارة رسمية التي كانت إلى إيران الأسبوع الماضي يبدو بأن هناك رغبة في الانفتاح على إيران بعد أحاديث كثيرة تحدثت عن مخاوف من التشيع في المغرب قطع العلاقات بين المغرب وإيران كان خطأا والحديث عن التشيع وعن التنصر كذا أيضا حديث لا يمكن أن يبرر أي ردة فعلا من هذا خاصة أنه الآن هناك دستور يعطي حرية تدين يعني ويجعل أن الملك يضمن ومارسة العبادات إلى آخره هذا شيء مهم جدا يعني يبتلي أن يصبح المواطن شيعيا أو يكون سنيا أنا ولدت سنيا بالولادة وبالنسبة إلي أنا مسلم يعني هذا هو الأساس لكن الذي لم ينتبه إليه هو أن قطع العلاقات جاء في سياق محاولة تحويل الصراع من صراع مع عدو واضح هو الكيان صهيوني إلى صراع مع إيران ومع الشيعة وبين السنة والشيعة إلى آخره هذا أمر خطير جدا أنا أتمنى ما الذي تغير في المغرب حتى يتم الآن إعادة العلاقات مع إيران؟ لا تغيرت أشياء كثيرة ليس في المغرب في المحيط العام الدولي وفي المحيط الإقليمي وفي يعني نضرأ الأشياء الآن ما مبرر أن تبقى العلاقة المغرب أن هناك بعض الشيعة أو هناك محاولة لتشيع بعض لا هذا لم يعد كافيا كمبرر لقطع العلاقات ليست هناك مبررات مطلقا للسمرار لقطع العلاقات ولا لقرار قطع العلاقات مع إيران يعني يجب أن ننتبه إلى أن عدونا الحقيقي هو الكيان صهيوني هو من يدعم الكيان صهيوني تصوري أن تبدأ اجتماعات من طرف بعض دور الخليج مع قيادات صهيونية على أساس أنه أنتم الأصدقاء وإيران الأعداء صحيح طيب أستاذ خالد من المهم أن نتحدث عن الجزائر جارتكم من الجزائر الجزائر أمام جارتنا وحبيبتنا وكله أمام استحقاق رئاسي قادم ويبدو بأن هناك جدل الآن في الجزائر منهم مع ترشح بوتفليقة رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة ومنهم يرفضون هذا الترشح إلى أين تسير الجزائر في ظل هذا الجدل هل سيبقى في إطاره السياسي؟ أنا أعتقد أن الجدل هو صحي طبيعي أن يكون البعض مع والبعض ضد ويكون هناك حوار ونقاش ديمقراطي للموضوع لا تشبه شوائب من المنطق الأمني أو كذا إلى آخر هذا الأساس وما أتمناه هو أن لا ينتج عن هذا الخلاف حول ترشيح رئيس بوتفليقة وعدم ترشيحه أشياء أخرى قد تدخل الجزائر في بعض المتاهات ما أتمناه على إخواني في الجزائر وأن يستمر الحوار حوار ديمقراطي وأن تعطى الحرية المطلقة لكافة التنظيمات أن تمارس عملها السياسي سواء كانت مشاركة أو مقاطعة الانتخابات إلى آخرين وأن تمر الأمور بهدوء هذا ما أتمناه على نعم هناك مخاوف أستاذ خالد من أن كما حدث في بقية الدول العربية أن تبدأ شرارة ما وينفجر الوضع في الداخل يعني الآن قبل أقليل جرت صدامات بين متظاهرين مناهضين لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والشرطة دائما هناك شرارة يعني في المرحلة التي نعيشها الآن هناك شرارة تؤدي إلى انفجار الوضع في أي دولة أتمنى أن لا تكون الشرارة وأن لا يكون انفجار نحن في حاجة إلى جزائر متماسكة قوية غير منفجرة وإلى مغرب متماسك قوي غير منفجرة ومستقر إلى آخرين وإلى تونس كذلك وإلى ليبيا عفاها الله وإلى مريطانيا كذلك نحن في حاجة إلى دول متماسكة آمنة تستطيع أن تقوم بدورها في توحيد توحيد وتجسيد لوحدة المغربية وأيضاً في دورها على المستوى العربي والمستوى الدولي إلى آخرين لذلك أنا عملت الإشارة منذ البداية أني أتوجه إلى إخواني وأنا أعرف أنني أمون يعني على عديد من أصدقاء من القيادات في الجزائر من مختلف التوجهات إلى آخرين لأنهم يعرفونني أني أنشدهم انطلاقاً من حبي لهم من جزائر ومن صدقي في التعاطي معهم يعني أن يحرصوا جميعاً على أن يكون تدبير الإختلاف في هذه المرحلة تدبير سياسي تدبير عقلاني تدبير ديمقراطي وأتوجه إلى الإخوة في السلطة أيضاً أن يتراجعوا عن كل القرارات التي تقيد حق بعض التنظيمات لأنها مقاطعة في القيام بدورها في الحاملات الانتخابية من حقها أن تخوض حاملات من أجل مقاطعة من أجل يعني من أجلها من حقها أن تتظاهر سلمياً سنخلط مجحة نظركة الشخصية هل هناك ضير من ترشح رئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة خصوصاً في ظل الحديث عن وضع صحي ربما لا يساعد في إدارة البلاد في المرحلة القادمة عندما يتحقق الاتحان المغاربي ويكون لي أن أشارك الحق في أن أشارك في التصويت يمكن أن أعطي هذا الرأي أنا لا أريد أن أدخل في أنا وضع داخلي أحترمه المهم المهم هو أن يكون من مع ومن ضد مستوعبين جميعاً لخطورة المرحلة ولخطورة ما يجي هذا هو المهم أن يكون رئيس بطريقة أنا لست طبيباً ولا أعرف وضع صحي لرئيس بطريقة وحتى لو كنت كذلك لما أفشيت سر السر المياني طبي يعني ولذلك المهم المهم أن تخرج جزائر معافات من هذه المرحلة حتى نستطيع قطع خطوات إن شاء الله افتجاه بناء الاتحاد المغاري يعني أنا أقدر تحفظك على الإجابة أستاذ خالد لنذهب إلى ليبيا ما ذكرته الشرق الأوسط اليوم أنا هناك متضره إذا أجبت عن هذا الموضوع سوف يكون لذلك نتائج سلبية أكثر منها إيجابية أنا أفضل أن أكون متحفد خاصة أنا لن أصوت في الانتخاب ربما ذهمنا الوقت لن نستطيع الحديث عن ليبيا ولكن قبل أن نختم أتحدث عن دوركم في مناهضة التطبيع في المغرب كيف تنظرون إلى سياسة الحكومة سياسة حكومة بن كيران فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل أو سن قانون يجرم التطبيع كنتم يعني ربما صرحتم تطالبون الحكومة بقانون لمناهضة التطبيع ورد عليكم بن كيران قال تعرفون موقفنا ولكن هناك جهات تسعى إلى التطبيع مع إسرائيل لا لا أنا لم أقول هذا بشكل سريع الحزب الذي ينتمي إليه الذي يرأسه أخ عبئي بن كيران من بين الأحزاب الأربعة التي وضعت مقترح قانون تجريم التطبيع لدى البرلمان يعني حتى يكون إنصاف للجميع هناك أربعة فرق أربع فرق برلمانية تشكل أغلبية مطلقة داخل البرلمان أكثر من 75% من عدد المقاعد قدمت مقترح قانون جريم التطبيع الذي سهرنا على إعداده وسهر على إعداده المرصد المغربي لمناهضة التطبيع وقبلت هذه التنظيمات لكن هناك محاولات لو إشكال محاولات لفرض التطبيع ولفرض استخدام المغرب بوابة للتطبيع مع الكيان الصغير وهذه المحاولات هي التي نقاومها صباح مساء وهي التي نطالب الحكومة في مختلف مناسبات بأن تقوم بدورها الأساسي في التصدي لهذه المحاولات عدم إعطاء تأشيرات منع حضور صهينا في إلغاء الأنشطة التي يوجد بها صهينا إلى آخرين والأمثلة كثيرة طبعا جئت في آخر لحظة في أحد المواضع المهمة جدا جدا الذي هو التطبيع أتمنى أن لا تكون هذه الحلقة الأخيرة التي نصدفك فيها نداد بأن يقتقع المقاطعة الشاملة وأن ندعم الغرب الذي يقاطع مؤسسات صهيونية والسلع صهيونية أن ندعمه على الأقل وبالتالي أن نتخذ قرارات حقيقية بالمقاطعة من طرف كافة الدول العربية والشعوب العربية وليس في هذا البلد نعم اسمح لأستاذ خالد ربما انتهى وقت البرنامج سجل هذا الكلام طبعا خالد سفياني رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الدولي لدعم المقاومة شكرا جزيلا لك على توجودك معنا وأنا أعلم بأنك كنت تعاني من وعك صحية ولكن مع ذلك أتيت لنا تسمعوا العقلة وسوف سلامتك يا أستاذ خالد مشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة